سراج مونير في فنانين كتير اتفقوا على إنه هو من الفنانين نادرين الوجود وأنا شخصياً بشوف إنه هو واحد من الفنانين أو من أكتر الفنانين اللي اتظلموا لإنه هو عاش مخلص جداً للفن لدرجة إن الفن قضى عليه وعلى قرب الناس ليه مش الفن خسره إحنا حكينا قبل كده عن قصص كتير لفنانين الفن في النهاية كانش بديه مع أي حاجة واللي كان بيموت هو فقير واللي كان بيموت وهو محتاج لكن الموضوع وصل مع سراج مونير إلى فعلاً الفن قضى عليه بالمعنى الحرف هو اتولد 1904 لأب شغال في وزارة المعارف تعليم فورسه فكرة أو حب الإراية بقى ناهم جداً في الإراية بعد فترة أو بعد كم سنة هيتولد أخوه التاني حسن عبدالوهاب المخرج وبعده المخرج الأشهر فاطين عبدالوهاب عشان فيه ناس بتقوله هو إزاي فاطين عبدالوهاب بقى أخو سراج مونير هو أول ما تولد حصلت خناء الأب عايزة تسميه سراج الجد عايزة تسميه مونير بسموه اسمه مركب سراج مونير فهو اسمه سراج مونير عبدالوهاب آه أصلاً فاحنا نفهم بقى هو ليه أخوه فاطين عبدالوهاب عشان الناس اللي بتسأل السؤال ده كتير جداً على السوشي أول ما تقولهم فاطين فيقولك إزاي فاطين لا الأسامي فهو اسمه مركب فهو كبر على حب الإرازة ما إحنا قلنا أول ما دخل المدرسة يا حبيبي تحب تشارك في نشاط إيه قال لهم هل عب رياضة فبقى يلعب رياضة ويجرب هنا ويجرب هنا لحد ما استقر في النهاية على الملاكمة وكان بياخد بطولات كتير جداً مع المدرسة في الملاكمة لحد ما جه في يوم واحد صاحبه عزمه عنده في البيت وكان اليوم ده بقى اللي غير كيانه وقلب حيات سراج مونير وخلاها يسيب الملاكمة والرياضة ويروح لسكة التمسيق صاحبه بعث له قال له احنا عايزينك احنا متجمعين احنا وشلة صحاب فأتعالى عشان في موضوع مهم فرح فاكتشف ان صاحبه واصحاب صاحبه بيعملوا مسرحية وهو قاعد الجمهور او المتفرج الوحيد فبقى مش فاهم اللي بيعملوا ده ايه واصحابه اللي كانوا بتكلموا معاها عادي وهم صاحب فجأة كل واحد فيهم بيعمل شخصية وعايش في الشخصية قوي واللي بيعمل راجل واللي بيعمل ست فعجبته اللعبة فقال لهم طيب خلوني ألعب معاكم أو أعمل زي ما بتعملوا له قالوا ده تمثيل ما اسموش لعب ده اسمه تمثيل فبدأوا يتكلموا عن التمثيل ويعني ايه تمثيل وبقى يرجع المدرسة يقول لهم لو عندكم نشاط تمثيل خلوني أمثل فراحل يا أبوه قال له أنا عايز أمثل فقال له لا اختار يا رياضة يا تمثيل ما تعملش الاتنين مع بعض قال له طيب أنا هجرب وأوعدك إن ده مش هيأثر على دراستي لو أثر على الدراسة نرجع نتكلف ففي أول اختبار لي صقت في مادة الحساب وصقت يعني هو بيقول أنا سقطت نفسي بنفسي من غير ما خب بالي دخل الامتحان وكاتب كل الحاجات صح ففجأة قبل الامتحان يخلص بنص ساعة سمع اتنين جنبه زمان بيمتحنوا في خيام كبيرة ما فيش بقى الزي نظام دلوقتي فسمع اتنين بره بيراجعوا مع بعض الامتحان وبيقوله إجابات غير اللي هو كاتبه فأمشاطب كله هو كاتبه وأمكاتب الإجابة اللي سمحها وطلع بقى طبعا بيراجع بقى الاعتبار إنه هو يعني فاكتشف إنه كان حال للصح والإجابات اللي حلها هي اللي غالب فطبعا هو عشان صيد في المادة فبقاش فيه أجازة فرايبوا كلهم قاعدين بيلعب واللي مسافر يصيف وده قاعد ما بيعملش حاجة لأنه بياخد دروس فعلا أنا كرهت الأجواء دي فقلت لأ خلاص وبعدين أنا وعدت أبوي أن أنا أجتهد وأزاكر عشان ما يقوليش لا بلاش تمثيل وبلاش رياضة فرجع يزاهجر وزي رجع يجتهد وبقى من المتفوقين في المدرسة فعنده أستاذ قال له يا ابني يعني أنا لامح فيك حاجة أنت ممكن تبقى صحفي شاطر جدا قال له بس أنا مش يعني أنا بلعب ملاكمة وبجرّب أمثل بش في دماغي موضوع الصحاف قال له طيب جرّب فيه زميل ليك برضو أنا حاسس فيه بالموهبة ده عودوا مع بعض واتكلموا مع بعض وممكن تروحوا لمكتبة تقرأ القراية هتنقلوا أنا أصلا كده كده بقى قرأ في البيت قال له لأ قرأ كمان زيادة فبقى يروحوا الاتنين دارة الكتب فقال له طب نعمل إيه يا صراج قال له تعالى نعمل كتاب قال له لا بلاش كتاب احنا نعمل مجلة فالاتنين مع بعض بقى يلموا المصروف بتاع ده المصروف بتاع ده ويغضوا منحة من نظر المدرسة ولو يتزنقوا يغضوا من زميلهم في المدرسة وعملوا إعلان ان احنا هنعمل مجلة اسمها السمير المصور وبقى يروحوا الاتنين حتى لو مش عارفين يعني يطلعوا من المدرسة بشكل رسمي ينطوا من على الصور ويروحوا دارة الكتب يجيبوا الكتب يترجموها ويكتبوا منها مقالات ويلموا الفلوس ويروحوا عند مطبعة اسمها مطبعة البلوزة يطبعوا ألف نسخة ويرجعوا ياخدوا زميله ومشيروا النسخ ويمشوا بقى يلفوا على بيعين الجرايط ويقولكوا التبقى مبسوط جدا احنا ما بنباعش جرايط يعني جورنان محدش هشتريه بس مبسوط قوي والجورنان بيتباع يعني إن شاء الله الواحد بيجي يسأل عليه ويشتريه أو لما بيعي الجرايط يمشي ويقول اقرأ لصراج مونير فبعد ثلاث سنين من التجربة دي يجي نظر ما كان النظر اللي عنده وقال لهم لأ أنا خايف لأكونوا بتكتبوا حاجة سياسة كده ولا كده وتقدونه في دهيا فبلاش فهو بلاش صحافة وما فيش ملاكمة فالحل الوحيد إنه هو يركز في التمسيق فبدأ يشتغل مع أكتر من فرقة في الفترة دي وبيخلص خلاص التوجهية بقى على مشارف تحديد المصير هتبقى إياه سراج طبعا العيلة اللي بقول لها هبقى دكتور واللي هبقى محامي فهو قال له من عايزة أبقى ممثل فأبوه ضربه علقة قال له أنا سايبك تمثل هوية لكن تمثيل واحتراف لا طب أعمل إيه قال له أنت تسافر ألمانيا تدرس طب هناك فسافر سراج ألمانيا يدرس طب وقعد ثلاث سنين بيدرس طب وملتزم جدا في السنة الثالثة حصلت أزمة مالية في العيلة فما بقاش حد بيبعث له فلوس فهو قال طب خلاص أنا مش عايز منكو حاجة كفاية ثلاث سنين أنا هاعتمد على نفسي فنزل يلف عشان يشوف شغل ففي يوم العام هو بيلف في ناديم الأندية قابل المخرج محمد كريم أنت مصري أنا مصري فبدأوا يتكلم مع بعض وأنا كنت بمثل قال له وأنا محمد كريم وجاي أدرس إخراج فما تيجي تشتغل في المصرح قال له هاشتغل في المصرح بتعندك شغلانا قال له أنا أعرف جماعة ألمان صحابي شغلوك فاشتغل في المصرح واشتغل في أفلام ألمانيا صمتة يعني قبل ما يمثل في مصر كاحتراف اشتغل في ألمانيا وبقى سراج مونير من أوائل الفنانين اللي احترفوا واللي وصلوا للعالمية برة رغم أنها كانت أدوار صغيرة فخلص وحس أن التجربة خلاص اختمرت زي ما بيقول فقال أرجع مصر بقى واشتغل في بلدي فرجع مصر فأبو بيستقبله وفين الشهادة والطب فقال له لأ أنا سبت الطب أصلا من سنة فأبو حصلت له زبحة ومن الزبحة مات ودي كانت أول تضحية أو أول ضحية للسراج مونير إنه يمشي في سكة الفن إن الأب من صدمته إن أنا بعتك عشان تبقى دكتور تيجي تقول لأ أنا سبت الطب أصلا وراجع لك ممثل فالعائلة كلها قالت له خلاص أنت ملكش مكان عندنا إحنا شكرا العايز تكمل في الطريق ده كم فهو فجأة لها نفسه في الشارع ما فيش مصدر دخل ما فيش أي مكان يروحه فقال خلاص يعني إذا كانت ديت تضحية فهنا هكمل للنهاية فراح يشتغل مترجم في مصلحة التجارة وبعياخد الفلوس اللي بياخدها من آخر الشهر بتاعت الترجمة دي يدوب تعيشه وفي أيام كان بيعاني فيه بيعاني بمعنى أنه ما كانش بيلاقي الأكل فبقى يروح يشارك مع الفرق بالليل ويروح المصلحة الصبح فالمصلحة عرفت أنه بيمسل فالتمثيل طبعا عيب فقاموا نقلينه الصعيد عشان يبعد عن الفرق بتاعة القاهرة فبعد فترة التزم فرجعوا القاهرة فرجع يمسل فقاموا نقلينه اسكندرية ففضل كل شوية نلوف مكان اللي بعد خمس سنين قال لا خلاص أنا كده مش هقدر واصل في الموضوع ده أنا هكمل في التمثيل أحسن فبقى برضو يمسل يطلع من فرق على فرق لحد ما راح عند يوسف واهبي وكان بقى في مصرح يوسف واهبي كل الأبواب اتفتحت له لو أنها توتحت بالصدفة يعني جيب محمد كريم اللي هو وزه على طريق الفن زي ما كان بيقول بيعمل فيلم اسمه زينب كان ده في 1930 هو عنده 26 سنة فهو عايز يعمل أول فيلم مصري متكامل كل اللي فيه مصريين هوش أجانب وفيلم صامت بالمناسبة فعايز وجوه جديد لأنه عمل مشكلة مع يوسف واهبي يوسف واهبي قال له أنا هنتج بس لأنه هو يوسف واهبي عنده عظمة زيادة في مناخيره فكل ما ييجي يصوره يقول له طب تعالى كده فالعظمة يباني إن شكلها مش حل فقال له خلاص لازم تعمل عمليات تجميل فيوسف واهبي بيلف في مصر كله عشان يشوف دكتور يعمل له عمليات تجميل مش لاي لحد ما سافر بعدها بسنتين ألمانيا عمل عمليات وبقى أول فنان يعمل عمليات تجميل ففي الفترة دي هو عايز حد جديد فداخل المسرح في مرة فلاقى واحدة كده عادة في بنوار لوحدها وحواليها فقال له مين دي قال له دي الست بهيجا حفظ فقال له طب الست دي أنا شاف فيها ما ترضاش تمثل معايا قال له لأ تمثل الست تمثل معاك إزاي دي بنت حسب وناسب فقال له طب نحاول فحاول مع الست الست طبعا رفضت في البداية وفي النهاية اقتنعت فقال له يوسف طب أنا عايز ممثل أنا عايز حد يعمل الدور مكانك فقال له أنا عندي هنا كم حد في الفرقة شوف يعني كم واحد فيهم فهو خارج من عندي يوسف وداخل سراج مونير بقول له أنا سامع وصولت أنت هتعمل فيلم مفيش عندك قال له تعالي 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 انت كنت تايع عن بالي فين فخد سراج مونير اللي بالصدفة عشان يعمل دور من أدوار البطولة في الفيلم والفيلم ده أنا عايز أقولك إنه قعدوا يصوروا فيه حوالي واحد وعشرين شهر يعني محمد كريم من المخرجين اللي هم يعني بالشعرة يعني هم بيصوروا في الريف فقال لهم دخل غي الدورة فقال لهم اغسلوا لي الدورة عشان ما يبانش إن الورق الأخدر مطرب فقال لهم يا أستاذ ما هو مضروع في الطين لازم يبقى مطرب فقال لهم لا أنا ما عنديش الكلام ده وعايز فلاحين بجد يمثلوا فجابوا له الفلاحين فالفلاحين جايين ففيهم ناس شكلهم أسمر فقال لهم لا 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 خلي كل واحد هات بودرة كل واحد يتحط على وش بودرة فالناس قالوا بودرة يا أستاذ اللي نحطها بتاعة الحريمة على وشنا فقال لهم ما هو لازم عشان شكلوكو يبان كويس قدامك يا أسيدي ما هم فلاحين وهم يبانوا كده قال لا لا أنا ما عنديش حد يطلع بالشكل ده فهم كانوا يعملوا معاك ناقة فقال لهم طيب خلاص احنا هنحطوا لكم دقيق يمشي معاكوا دهيق قالوا له إذا كان دهيق ماشي لكن بودرة ستات لها يا فندي فجاب المكير قال له روح حطلهم البودرة عادي وقال له من دي دي وراح حطلهم البودرة والموضوع كامل وقعدوا على كده 21 يوم 21 شهر من كتر مواقع متمسك بأن كل حاجة لازم تبقى نظيفة جدا جدا فوق ما تتخيالي فالفيلم اتعرض بينقش مشكلة الإقطاع والفلاحين فالناس قالوا لأ الفيلم ده بيوسيق لسمعة مصر فالجمهور راح يتفرج على الفيلم اللي بيوسيق لسمعة مصر فاتعمله دعاية من لاشي وبقى سراج مونير اللي بدأ بطل مستني بقى أنا جاي من ألمانيا عامل الأدوار هناك وجاي ببدأ سينما هو وعمل بطولة فقاعد مستني الفرصة إنها تيجي وإحنا بنتكلم سنة 30 فجات الفرصة سنة كان بقى سنة 45 بعد 15 سنة مسل فيهم بالضبط 13 فيلم اللي هو سنتين فيلم تلت سنين فيلم وهكذا فيقوله طيب يعني ما تحاول يا سراج فيقولهم لأ أنا ما عارضش نفسي على حد فضل يقاوم ويقاوح ويعاند وبيشتغل مصرح وسينما وأي حاجة تيه في طريقه وأي فرقه أو يروح يقدم نفسه لحد ما نيازي مصطفى جيه وقال له أنا هعمل فيلم عن عنطر وعب وعايزك تعمل الدور بتاع عنطر ودي كانت أول بطولة بقى رسمية بعد 15 سنة سينما مش هنطر ولبلب يعني لأ ده لسه قبل هنطر ولبلب قبل كمان سنة 45 قال له بس يا سراج في مشكلة في الفيلم ده في مشهدين صعبين ولازم أنت اللي تعملهم قال له إيه المشهدين قال له المشهد الأولاني هتققى في فوق مكان عالي وطنط بس ما تخافش إحنا هنأمل لك الدنيا ونحط لك تحت قطن قال له لأ قال له طب إيه المشهد التاني قال له المشهد التاني هتبقى بتجرب حصان وهتققى عالحصان قال له لأ أنا ما قدرش أعمل المشهدين دول فعشان سراج ما يعتذرش جابه دبلير وقال له أنت هتعمل المشهد الفلاني والمشهد اللي بتاع فقال لهم تمام أنا أفديكو بروحي إن شاء الله يا رب بقى أعمل فوق ما تحط ليش حاجة بس أنا عندي شرط واحد قال له شرط إيه قال لهم اسم يتحط مكان الأستاذ قال له ليه يعني قال لهم هو الأستاذ اللي هينط الأستاذ اللي هيققى عالحصان يعني هو الناس تدخل للسينما وتسقف له وتقول ده الشجيع اللي نط وقامنا على الحصان وأنا محدش يقول عني حاجة بس الراجل قال لهم تقول له أنت بتتشرط علينا عليه خلاص خليك وأنا هعمل لنا المشهدين تبدأ بيه يا أستاذ نيازي قال له نبدأ بمشهد الحصان فاركب بمشهد الحصان ولسه ماشي بيه الحصان وهو بينطره بقى الحصان أمضربه برجله فاطنطر هو 3-4 متر قاعد في المستشفى إسبوعين خرج قال له لا أستاذني هزا رهات الرجل فيك أنا مش معاك في الفيلم ده فقاله هاتو الدبلير فقال له بص إحنا معاك بس موضوع اسمك ما كان اسمه ده صعب شوية قال لهم خلاص يبقوا تزودوني في الفلوس فزودوا في الفلوس وعملوا المشهدين والفيلم اتعرض ونجح ومن كتر ما هو ناجح أولا بقى هو يشتغل بعد كده بال7-8 أفلام في السنة هو أحيانا كان بيشتغل 10 أفلام زي سنة 47 الحاجة التانية إن نجاح التيمة بتاعت عنطر وعابلة خلت الموضوع يتكرر خمس مرات إحنا الأشهر بالنسبة لنا عنطر ابن شداد بتاعه فريد شاوي لكن سراج مونير عمل نفسه نفس الفيلم ده تاني باسمه مغامرات عنطر وعابلة بعد كده وعمل فيلم تالت اسمه ابن عنطر فريد شاوي عمل عنطر ابن شداد وعمل بنت عنطر يعني احنا عندنا عنطر وابن عنطر وبنت عنطر بس الافلام دي ما بتتزعش مش بالي عن متا من كل ده الافلام دي ما بتتزعش فيها مش تعرفي عنها حاجة يعني كان فاضل أم عنطر دي تتعامل ونحن قفلنا الأسرة بتاعت عنطر كلها ده كله لمجرد إن سراج نجح في المجروب دي آه بالزبط عنطر ابن عنطر ابن عنطر الحفيد ده يعني ده حفيد الحفيد الحفيد زوروا موقعنا الفا تيفي دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية